السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ما بعد فما زلنا مع تفسير سورة البقرة يقول الله جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم في الآية الأولى يقول الله جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي لا تجعلوا الله أو لا تجعلوا الحلف بالله سببًا من أسباب عدم البر باليمين الذي حلف الإنسان عليه بترك واجب أو بفعل أمر مما نهى الله جل وعلا عنه بفعله أو من ترك أو من الحلف على أمر محرم على تركه ولذلك قال جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وعرضة هنا تأتي على معاني كثيرة والمعنى بأن لا يجوز للإنسان أن لا يبرَّ بيمينه إن حلف على ترك أمر معروف من البر ولا على ترك أو على الحلف بفعل شيء محرم على عدم تركه وذلك بدعوة أنه حلف بالله رب العالم ولذلك قال جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أحلف على شيء ثم أرى غيره خيرًا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني فإذا حلف الإنسان مثلا قال والله لا أكلم فلان من أرحامه مثلا أو من أحد أقاربه فإن الخير أن تحنث في هذا اليمين وأن تكلم رحمك أو قريبك وتكفر عن يمينك وتكفر عن يمينك أو حلف على فعل شيء مما نهى الله عز وجل عنه حلف على فعله فلا يجوز له أن يمضي في مثل هذا الأمر بدعوة أنه حلف على فعله هذا مما لا يجوز هذا مما لا يجوز وإن كان أهل العلم يذكرون هذا في مسألة البر ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم والأيمان هنا جمع مفردها يمين وهو القسم أن تبروا بهذا اليمين أن تبروا بهذا اليمين فكل من حلف على ترك واجب أو على ترك بر حتى ولو كان غير واجب فإن المشروع أن يأتي هذا الخير وأن يكفر عن يمينه ثم قال جل وعلا أن تبروا وتتقوا والتقوى مر معنا تعريفها مرارا حيث إنها تكررت في سورة البقرة والمعنى أن تجعلوا بينكم وبين نار الله وقايا بفعل أوامره واجتناب نواهيه ثم قال وتصلحوا بين الناس وتصلحوا بين الناس والمعنى أن الإنسان لا ينبغي له إذا حلف على شيء من أمور البر والخير أن يقول أنا حلفت ولا يمكن أن أفعل ولا يمكن أن أفعل بل يأتي الذي هو خير ويتق الله ويصلح بين الناس ثم قال تعالى والله سميع عليم سميع لأقوالكم عليم بما في قلوبكم ومر معنا أيضا هذين الإسمين فهما من أسماء الله تعالى اسم السميع واسم العليم وأسماء الله عز وجل كل اسم من أسمائه متضمن لصفة فاسم السميع متضمن لصفة السمع واسم العليم متضمن لصفة العلم نثبتها لله عز وجل على القاعدة التي دائما ما نذكرها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم قال جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم هذه الآية تشير إلى أحد أنواع الأيمان الأيمان باستقرار نصوص القرآن والسنة على ثلاثة أقسام يمين اللغو واليمين المنعقدة واليمين الغموس أما يمين اللغو فهي اليمين التي تجري على اللسان من غير قصد كما قالت أم عبد الله عائشة رضي الله عنها هي قول الرجل لا والله وبلا والله من دون قصد وهما يجري على اللسان من دون قصد من دون قصد هذا من يمين اللغو ومن يمين اللغو أن يقسم الإنسان على شيء يظنه حصل وهو لم يحصل مثلا يقسم بالله العظيم بأن كذا ولكن ظن صدق صدق نفسه فيتبين خلاف ذلك عد هذا العلماء من يمين اللغو الذي ليس فيه كفار لأن يمين اللغو ليس فيه كفار يمين اللغو ما يجري على اللسان مثل والله مثل دائما بعض الناس الآن على اللسان لا والله بل والله مثلا اي والله مثلا هذا يمين اللغو يمين اللغو الثاني اليمين المنعقب وهذا ما سيأتي معنا إن شاء الله إذا بلغنا الآية التي فيها ذكر الكفار لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته فكفارته وهي اليمين التي ينعقد عليها القلب ينعقد عليها القلب كما قال جل وعلا ولكي يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وما يكسبه القلب من الأيمان نوعان اليمين المنعقدة واليمين الغموس اليمين المنعقدة لها كفارة وأما اليمين الغموس فسأذكر أن ليس لها كفارة إلا التوبة في قول جماهير أهل العلم وهذا شاء الله سيأتي في محله بالنسبة لليمين المنعقدة التي انعقد عليها القلب كان يحلف الإنسان يقول والله ما أكل فلان هذا يمين منعقدة ممكن وقوعها شرعا وعقلا وعرفا والله ما أسافر مثلا والله ما أكل الأكل الفلاني مثلا والله لا أحضر حفلة فلان أو زواج فلان هذه أيمان منعقدة الإنسان يحنث ومعنى الحنث أن يأتي المحلوف على تركه أو يترك المحلوف على فعله اليمين الثالث اليمين المنغمسة وهذا من أكبر الكبائر قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وكان يقول الراوي وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام لنعظم اليمين الغموس اليمين الغموس ولذلك اليمين الغموس اختلف العلماء هل فيها كفارة أم لا واليمين الغموس أن يحلف أيمانا على شيء ليقتطع به حق أخيه المسلم أو أن يبهت مسلما مثلا كان يقول والله هذه الأرض لي أو هذه القطعة لي أو هذا المال لي يقسم أيمان مغلضة وهو يعلم بأنه كاذب في هذا اليمين ويحلف يمين صبر على أن هذا الشيء ليه وهذا هي اليمين المنغمسة اليمين المنغمسة ومن اليمين المنغمسة ما ذكره بعض العلماء من الحلف على السلع كذبا كأن يقول والله هذه رأس مالها عشر دراهم والواقع بأن رأس مالها تسع دراهم أو خمس دراهم أو ثمن دراهم نسأل الله العافية والسلام وعند مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيام ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال أبو ذر من هم يا رسول الله خابوا وخسروا فأعادها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا وأبو ذر يقول من هم يا رسول الله خابوا وخسروا قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحليف الكاذب المنفق سلعته بالحليف الكاذب يعني يحلف على السلعة بأنها كذا وهو يكذف فيها حتى يعني يروجها وتنفق ويقبل عليها الناس وهو يكذب العياذ بالله هذه عدوها من من اليمين الغموس عدوها من اليمين الغموس هذه هي أقسام اليمين إذن ثلاثة اليمين يمين اللغو وهي التي تجري على اللسان من دون قصد واليمين المنعقدة هو أن يقسم الإنسان على أمر مستقبلي ممكن وقوعه يقع يعني يقع واليمين الغموس هي أن يحلف على شيء كذباً حتى يحصل عليه وقد جاء في الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين صبر لقي الله وهو عليه غضبان وصح أيضاً عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من حلف على يمين ليقتطع بها حق أخيه المسلم حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قال الصحابة يا رسول الله ولو كان شيئاً يسيراً قال ولو كان عوداً من أراك يعني عود مسواك ولو كان عود مسواك أقسم عليه حتى يأخذه فإنه ليلقى الله وهو غضبان والله تعالى يحرم عليه الجنة ويوجب له النار نسأل الله السلام وهنا مسألة أيضاً وهي يجب على الإنسان أن لا يكثر من اليمين أن لا يكثر من الحلف واليمين لماذا؟ لأن من استمر الحلف قد يحلف بالحق والباطل قد يحلف بالحق والباطل ولذلك قال جل وعلا واحفظوا أيمانه قال جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانه وقال جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين وذكر الله جل وعلا عن المنافقين أنهم يكثرون من الحلف يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر قال جل وعلا اتخذوا أيمانهم جنة جنة ولذلك المسلم مطالب بأن لا يلجأ إلى الحلف إلا إذا احتاج إليه لا يلجأ إلى الحلف لأن من استمر الحلف وأصبح الحلف على لسانه ربما نطق بالباطل نعوذ بالله نسأل الله العافية والسلام والعلماء ذكروا بأن الأيمان والحلف تجري عليها الأحكام التكليفية החمسة ما هي الأحكام التكليفية الخمسة؟ الوجوب أو الواجب الوجوب والندب والحراء والمحرم والمكروه والمباح قالوا تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة فقد يكون الحلف واجبا يجب عليك أن تقسم متى إذا كان فيه إنقاذ نفسٍ معصومة أو مالٍ معصوم مثلاً أو تدفع عن نفسك تهمة إذا ما حلفت ربما جنيت على نفسك أو ربما تسببت في تلويث عرضك أو شيء من هذا القبيل هذا يجب عليك لأن الإنسان مطالب بأن يعصم دمه وماله وعرضه هذا مما يجب عليك أن تقسم بالله العظيم هذا الواجب أما المسنون فهو ما كان لتأكيد أمر مثل ما كان يجري على لسان النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسه بيده والذي نفسه محمدٍ بيده ومن هذه الأيمان التي يريد النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد على أهمية الأمر أهمية الأمر مر معنا اليوم في درس الترغيب ها والله للدنيا أهون على الله من هذا أقسم النبي هذا يعده العلماء من القسم أو اليمين المندوبة أو المسنون الثالث القسم المحرم وهو اليمين الغموس اليمين الغموس هذه محرم وهذا من أكبر الكبار من أكبر الكبار أن يحلف الإنسان لاقتطاع حق مرئ مسلم أو أن يحلف الإنسان لبهت مسلم كأن يرميه بتهمة والعياذ بالله ويتخذ الحلف جنة للوصول إلى إذاء أخيه المسلم مثلا هذا محرم الثاء الرابع المكروه الحلف المكروه وهو نص العلماء على الإكثار من الحلف قالوا الإكثار من الحلف أو الحلف على الأمور المكروهة مثلا مثل أن يقول والله لأصلينا اليوم وأنا حاق مثلا أو والله لأصلينا اليوم وقد أكلت ثؤما أو بصرا مثلا أو كراثا مثلا أو يكثر من الحلف كره العلماء الإكثار من الحلف وأما اليمين المباحة فهي يمين اللغو أو ما يجري على اللسان طبعا من دون قصد وهي يمين اللغو أو الأشياء التي لا يحتاج الإنسان فيها إلى تأكيد يعني أنت ذهبت إلى المدرسة اليوم مثلا يقول إيه والله ذهبت إلى المدرسة هذه مباحة أنت درست اليوم أنت حضرت درس الترغيب والترهيب يحققون معي يقول إيه والله حضرت مثلا هذه من اليمين المباحة هذه اليمين المباحة والآية الكريمة هنا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبه وذكرت أنا بأن كسب القل في مسائل اليمين على قسمين ما يتعلق باليمين المنعقدة وفيها كفارة سيأتي إن شاء الله بيانه وما يتعلق باليمين الغموس والعياد بالله وهذه اليمين اختلف العلماء هل لها كفارة ككفارة اليمين المنعقدة أم لا جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن اليمين الغموس لا يكفرها شيء إلا التوبة وأن يكذب نفسه أو يعيد الحق إلى أصحاب حلف على اقتطاع حق امرئ مسلم يتوب إلى الله عز وجل بإرجاع الحق إلى أصحابه مع شروط التوبة الثلاثة بهت مسلما قذف مثلا أو بهت حلف على مسلم فاتهمه يتوب إلى الله عز وجل بشروط الثلاثة وأن يكذب نفسه يقول افتريت عليه كذبت عليه ما قلته غير صحيح هذا هو الذي هذه كفارة اليمين الغموس اليمين الغموس وذهب بعض أهل العلم بأن اليمين الغموس من كسب القلب ولذلك فيها كفارة والكفارة مثل كفارة اليمين المنعقدة مثل كفارة اليمين المنعقدة والصواب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم ثم ختم الله جل وعلا الآية بقوله والله غفور حليم وانظر إلى ختم الآية بهذين الإسمين العظيمين غفور لما صدر منكم من يمين ثم كفرتم عنها بعد أن أخرجتم الكفارة ويجوز إخراج الكفارة قبل الحنث في اليمين وغفور أيضا لمن تاب من اليمين الغموس وأيضا حليم سبحانه وتعالى وهذا اسم من أسمائه جل وعلا وأيضا فيه صفة الحلم حليم لما يصدر من العباد فمن الناس من إذا أقسم قسما يكاد يظلم ما بين السماء والأرض وهو فيها كاذب والله تعالى يعفو ويحلم ويغفر سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد